تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية والضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 413 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 98 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من 26 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط أكثر من 72 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 625 قضية من بينها 151 قضية خبز ناقص الوزن و133 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 12 قضية بمضبوطات قرابة 60 طن أقماح محلية